سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سريف حسنا كانت من انا البنات تكونوا كاملين بخير على خير في احوال طيبة وصحة جيدة ان شاء الله كنرحب جميع الاخوات اللي انضموا القناة وكنرحب بالاخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة كما كتلاحظوا معي اخواتي اليوم نحضر معكم كيكا بدون سكر اللي صراحة كتجي رائعة بتمر كتجي معلكا وخاصة الناس اللي مسي يقلوش سكر فممكن انهم يديروها فصراحة غدا تعجبهم دون مكونات الطريق اذا اخواتي هدو هم المكونات لغا نحتاجه في هاد الكيك هدي فعندي جوج بيضات يضيف عليهم شوية ديال الملح عندي ثلاثة المعال الكبار ديال اللوز مطحون بقشور وخضر الى كان لما كان شره ماشي ضروري عندي هنا يا 18 حبة ديال التمر تمر السكري هو اللي يخدمس به اي نوع ديال التمر نخدموا بيه ماشي مشكيل عندي نقشرة ديال الليمونة كاس ديال الحليب دافي غير شوية ماشي بزاف دافي عندي كاس ديال الزيت دانون عندي جوج خمارات ونصف عندي الطحين جوج كيسان ديال العنبة تقريبا وكيس من سكر الباني وغندو زودة بنخدموا هاد المكونات مع بعضها انا في يعني كان خدم كندير قوشي في الكاس ديال العاصر وكان طحن فغيبا شوية بعيد فهذا هو الليش خدمت في هاد الاناء هانا هدا اضفت هنا يا جوج حببات الملبي اللي عليهم شوية ديال الملح وغدا نضيف هنا يا الزيت وغدا نخدم هاد المكونات بجوج مع بعضهم غي شوية بالناس بالناس اللي ما تياكلوش السكر فغدا نعودو دانون ديال الفاني غنعودوه بدانون طبيعي مسوس وغنستغنوه على الكيس ديال الفاني باش تكون يعني ما فيهاش نيائيا السكر غير الحلاوة ديال التمر هي اللي تكون فقط وضفت هنا يا الحليب دافي غير شوية من دفيوش الحليب بزاف لأنه مخصوش يكون دافي بزاف وضفت هنا قشرة ديال ليمونا محكوكا والحامضة اللي كان ونستمر في الخفق لعناصر مع بعضهم يعني ما كنت تاخدش وقت كبير وضفت هنا يا دانون ابنك هاد الباني كيما قلت لكم الناس اللي ما تياكلوش سكر يديرو دانون طبيعي ونستمر في الخفق بهات الطريقة هادي حتى كندمجو للعناصر مع بعضهم ضفت هنا ثلاثة المعالك كبار ديال اللوز مطحون بالقشرة ديالو إلا كان ماشي ضروري من من اللوز فصراحة كتجي هاد الكيكارا اعجيد دانو كتجي معلكا بالتمر كيما غتلاحظو محكوكا معايا في نهاية الفيديو وكنستمر بالخفق بهات الطريقة هادي دا بغدا نجيب الكاس اللي كان نطحنو فيه العاصر وغنصب في هاد المكونات هادي ونديرهم يطحنو لانا دا بغدا نضيف التمر فضروري خاص التمر يتطحن مع هاد المكونات كيما غتلاحظو معايا يعني انا غي بغيت نخدم قدامكم في ايناء قريب فمن الاول ديرو كل شي في دقة وخدموا الكاس ديال العاصر فكيما راح توضفت التمر وغنضير هاد العناصر يتطحنو مع بعضهم مزيان كيما غتلاحظو اذا كيما كتلاحظو معايا دا بغدا نخدم الخلاط او الكاس ديال اللي كانتطحنو فيه العاصر وكنخليه العناصر يتطحنو لانا مزيان حتى ما كيبقوش نهائيا الطرف ديال التمر بينين مرة مرة كنحاول نحرك باش هادوك الجنب حتى هما يتطحن كل شي ما تبقى التحاجة بينه حتى يتني المزيان وكيما غنوريكم الخليط يكون مطحون مني المزيان هانتوما وكيما كتلاحظو اخواتي انا عاود ترجعت الخليط الاناء اللي خلطت فيه في الاول باش غدا نبدا نضيف الطحين ونضيف جوج خمارات ونصف كافيين باش طلع علينا هاد الكيكالي انا ما فيهاش البيض بزاف وكنستمر بالخفق بهالطريقة هادي كيما كتلاحظو غير بالخلاط اليدوي وهو ضروري كيما ديما كنضيفو الطحين او لسميدة او للكي كانخدمو بسبوسة او لكيكا نضيفو الطحين بالمعلقة باش يجين الكيك طالع فاضفت هنا جوج اكياس ونصف ديال الخميرة ديال الحلويات والكيس فيه 8 جرام فكنستمر في الخفق بهالطريقة هادي حتى كنتم جري العناصر مع بعضهم مزيان وانا كنضيفو الطحين غير بشوية بشوية كيما كتلاحظو في الفران هادلوقيته مني بديت كنضيفو الطحين فالفران شاعلته فران غير ديال القاز شاعلته 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 لتحت وغنديل الكيك الفوقي طيب كيما كتلاحظو معي هانتوما الخليط بدك يتقق نضيفو الطحين غيب المعلقة باش ما يغلبناش الطحين ويجين الكترنا الطحين في الكيك را كيجي قاصح وكيجيناش في نفس الوقت فهدا هو الشكل ديال الخاليط كيما كتلاحظو كيف كيكون نخدمو هاد المرحلة مزيان ضيفو حد شوية ديال الطحين صافي هنا يا باركة من الطحين وندخل هاد شوية ديال الطحين اللي اضفت على العناصر بهاد الشكل هادا ونطلقه معاكم ان شاء الله المرحلة التارية ده هو الشكل ديال الخليط كيفاش كيكون هانتوما اخواتي جبت المول ديال الكيك دهنتو بالزبدة مزيان يعني كتبت تبالينا الزبدرها هبينة بزاف المول واختيت رقائق الشوفان اول الشوفان ورشيتو في المول كامل لما كان الشوفان ديرو الجنجلان لما كان الجنجلان ديرو غير طحين ونصوتوهم مزيان طحين باش ميبقاش بايلينا في الكيك ونحاول هزي الدية مزيال فوق الاخوات باش يجين الكيك طالع مزيان هاد الشكل هادا حتى نكمل الكيمية كلها كما كتلاحظو الكيك راه متقيلش بزاف ومخفيف بزاف يعني في الوسط صافي نكمل الكيمية كلها ونطلق معكم ان شاء الله في المرحلة التالية هادا هو الشكل ديال الخليط كيف كيكون الفران اخواتي كيكون منقوص شوية باش كي طيب لنا الكيك من الداخل مزيان لان فيه التمر متكونش تاني مجاهدة بزاف حتى لقاو يعني ما زال طري من الداخل ومتكونش يعني منقوصة بزاف باش مجينش قاسحة وانا كما كتلاحظو اخواتي ها هو الكيك طاب يعني بكل سهولة تحيد من المول ما تلسق متاشي حاجة لاحظو كي باش كي يجي مهوي من الداخل كما كتلاحظو معي اخواتي هانتو ما الكيك يجير طبل واحد درجة كبيرة ومعلك من الداخل بتتمر وبيض مبرد الكيك كنااخذ ديال العنبة ديال السكر غدا نديرو فوحد الإناء وغدا نقص البطن زيان يعني نقص الحد الأخير على هاد السكرية لو كتخليو هيبدأ ذك يبدأ كيدو كي بقا غي شوية اتسكار عندك نبدأ نحركه كما كتلاحظو معي اخواتي ها هو السكر بدات هيدوب يعني ما تنحركوش نهائيا تنخليحتك بقا غي شوية ديال السكر عندك ساعة تنبدأ انحرك هاد الكراميلي دوب كما لاحظوا معي أخواتي ها هو السكار ده يعني خسكم تخليه حتى كيدوب يعني تيولي بحل العسل ما تبقى وش الحبيبات دي السكار بينين كما كتلاحظوا معي بعدما كيدوب السكار مزيان تيولي على شكل كاراميل مطلوق مزيان ضفت علبة من ضانون مسوس يعني ضانون أو يوغورت طبيعي بدون سكر سوف نستمر نحرك بهالطريقة هادي حتى كيدوب لنا هاد السكار ليتحجر فضروري يتحجر لنا السكار مني كان نضيفه ضانون أو للقشدة يعني اللي عندنا نضيفه حتى كيدوب هاد السكار هاد ونطلق معكم إن شاء الله باش نشوفوا الشكل دي الكراميل كيف كيكون وهذا هو الشكل دي الكراميل كما كتلاحظوا معي أخواتي ها هو الداب مزيان هانتوما كنحاول نوريكم كيفاش كيكون صافي وغا نطلق معكم إن شاء الله في مرحبا إذا كما كتلاحظوا معي أخواتي هذا هو السكاراميل اللي حضرت معكم اللي صراحة كيجي رائع جدا ممكن أنا ننزينو به القلاس أو لغاتو قلاسي أو الكيك بحال هاكا يعني ما كتوقع له تشي حاجة غين قرأوا التاريخ ديال دانون اللي خدمنا به سوف نحتفظو به في تلاجة الوقت اللي بغين نجبدوه را ندفيه شوية وتنخليوا هاد السكاراميل يتقال شوية عاد كنبدو نخدمو به اللي بغينا فكما كتلاحظوا معي كنبدو نوزع السكاراميل بهالطريقة هادي والناس ك كما قلت لكم اللي مات يبغيوش سكار او مات ياخدو السكار فكن استغناءوا على هاد المرحلة هادي انا بغيت غين نزين بها الشكل ديال الكيك ودرت شوية ديال اللوز إفيلي حمر شوية في الفران حاولت نوزع غير ما اللي فوق بغين ننقدموها غي عادية فنقدموها عادية فأصلا نرهم زينة بالشوفان او لم نديرو الشوفان ديرو الجنجلان اللي بغيتو تزينو به تزينو به واختيت نحو بيبات ديال الكوكيز شكلات ديال الكوكيز وكن حاول نوزعهم بهالط طريقة هادي فهذا هو الشكل اللي اعطيت انا الكيك فكيبقى لكم الاختيار في التزيين وفي التقديم ان شاء الله تجربوها بصحة وراحة ندوزوا ان شاء الله الشكل النهائي ديال الكيك فخليكم معي بإذن الله كتلاحظوا معي يا لبنان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك كتجي صراحة اكتر من رائعة وحتعليك رائعة جدا اليك الحجم ديال التمر كبير فما نديروش 18 حبا نديروه قل نديرو غير 15 باش يالله يالله كتجي هيها ديك في المدعق ديال السكر ديال التمر بل اللي بغي يديرها يعني في مولا تفردين يديرها باش ميبقاش يعني الكيك مقطع بغيتوا تديروها في الكاب كيك تديروها فصراحة ان كتجي رائعة وبالنسبة الناس يعني ليسي ياخدوش سكر فما نديروش نيائيا هاد السوس كراميل نقدموها غير مزينها كبشوفان او لاعادية فان شاء الله تجربوها بصحة وراحة وتنال اعجابكم كما كتلاحظوا معي اخواتي الشكل وتبقى هذا والشكل ديال كيك من الداخل لاحظوا كيفاش كتجي مهوية ورطب الوحة درجة كبيرة ومعلكة ان شاء الله تجربوها بصحة وراحة كما كتلاحظوا معي اخواتي كانت من البنات الوصفة والفكرة تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها بصحة وراحة ما بقاليا الى نقول لكم صلى وفراتكم بزيف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته